الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طلابنا الأعزاء هذا هو الدرس الأول من دروس الوحدة الثانية في مادة التربية الإسلامية للصف العاشر ومعكم المعلم إبراهيم وادي من المدارس الفلسطينية بالدوحة عنوان درسنا لهذا اليوم الإيمان بالقضاء والقدر الجزء الأول ويتوقع من الطلبة بعد نهاية الدرس أن يكونوا قادرين على تعريف الإيمان بالقضاء والقدر الاستدلال على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر التمثيل على القضاء والقدر بيان أن الأخذ بالأسباب جزء مهم من الإيمان بالقضاء والقدر تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر طلابنا الأعزاء معنى القضاء والقدر لا قيمة للحياة بلا إيمان بالله تعالى ولا تكتمل عقيدة المؤمن إلا بتحقق أركانها الستة ومنها الإيمان بقضاء الله وقدره لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فما هو القضاء وما هو القدر القضاء طلابنا الأعزاء هو حكم الله في الأشياء وإيجاده لها حسب علمه وإرادته فهو أمره الذي لا يستطيع أحد رده ولا يجوز الاعتراض عليه فهو يحكم ما يريد ويفعل ما شاء وفق إرادته وليس من حق أحد أن يسأله لما فعلت هذا أو لما أمرت بهذا أو نهيت عنه فعلى المسلم شكر الله دائما وعلى أي حال أما القدر فهو علم الله تعالى وإرادته أزلا بالأشياء قبل حدوثها فما شاء كان وما لم يشأ لن يكون إنه علم الله بما تكون عليه المخلوقات قبل وجودها وإيماننا بالقدر يعني اعتقادنا الجازم الذي لا يخالطه شك أن ما أصابنا من خير أو شر لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا لأنه كان بإلم الله وإرادته الحكيمة قبل أن يحدث ومن النصوص الشرعية الدالة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر قوله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي لن يصيبنا خير ولا شر ولا خوف ولا رجاء ولا شدة ولا رخاء إلا هو مقدر علينا مكتوب عند الله تعالى ومنها كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وهذه الآية وهذا الحديث دليلان شرعيان على وجوب أن نؤمن بقضاء الله وقدره طلابنا الأعزاء الأكارم ما العلاقة بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب كلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى خلق الأشياء وفق نظام محكم دقيق ترتبط فيه النتائج بالأسباب فمن أراد الوصول إلى النتيجة فعليه أن يسدك طريقها ومن أراد النجاح لابد له من الدراسة والجد ومن أراد الجنة لابد أن يسدك طريقها بالتقوى والعمل الصالح فنحن نواجه الجوع بتناول الطعام ونواجه الفشل والهزيمة بالاستعداد ونواجه المرض بتناول الدواء وهذا كله من قدر الله تعالى فالفهم السليم للقدر يدفع المسلم للعمل الصالح الدؤو والجد والاجتهاد والأخذ بالأسباب والبحث عن قوانين الأشياء للاستفادة منها فالإيمان بالقدر يحتاج إلى أن نأخذ بالأسباب لا أن نتكل وأن نقول كل شيء مقدر من عند الله ولا نفعل فأنت إذا أصابك الجوع تأكل إذا أصابك العطش تشرب إذا أردت أن تذهب إلى الشراء شيء فإنك تأخذ معك المال كل هذا من الأخذ بالأسباب إذا أردت أن تنجح فكذلك نجاحك مرهون باجتهادك فكل هذا أخذ بالأسباب فالعلاقة بالإيمان بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب علاقة مهمة وعلاقة لا تنفك ونفكاك فيها طلبنا الأعزاء وحتى يكون الدرس واضحاً لابد أن نضرب أمثلة على الإيمان بالقضاء والقدر المثال الأول أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أنا تداوى أنأخذ الدواء قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا وما هو يا رسول الله قال الهرم أي الكبر في السن فإن الكبر في السن لا دواء له والحديث يدل على وجوب أن يتداوى المريض إذ ما خلق الله مرضاً إلا جعل له شفاء والبحث عنه أمر واجب مع أننا نؤمن أن ما أصابنا من المرض هو قدر رباني ولكن الإلاج سبب للشفاء المثال الثاني ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أن الأحزاب في السنة الخامسة من الهجر غزوة الأحزاب كما تعلمون وتسمى بغزوة الخندق قد اجتمعوا لغزو المدينة المنورة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة من الجهات التي يمكن أن يهجم منها العدو فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحة وعمل مع الصحابة في الحفر ليعلمهم الجد والاشتهاد والبعد عن اليأس والاستسلام أما المثال الثالث فقد جاء رجل على ناقة له فقال يا رسول الله أدعها وأتوكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل التوكل على الله عز وجل لا ينفي الأخذ بالأسباب بل إن من شروط التوكل على الله عز وجل أن تأخذ بالأسباب لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقلها أن يربط هذه الناقة في مكان في جدار في جذع شجرة ثم يذهب لكنه لو تركها دون أن يربط زمامها فإنها ربما تذهب بعيدا وتضيع منه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالأسباب ولا تعارض بينهما وهناك مثال رابع من أمثلة الإيمان بالقضاء والقدر في الدرس في صفحة 31 يلخصه الطالب بأسلوبه الخاص إن شاء الله نختم وإياكم طلابنا الأعزاء درسنا هذا الذي كان عنوانه الإيمان بالقضاء والقدر وهو من الوحدة الثانية العقيدة الإسلامية وهنا ثلاثة أسئلة من أسئلة التقويم الختامي يجيب عليها الطالب ثم يرجع الطالب إلى الكتاب المدرسي فيجيب عن أسئلة التقويم حتى يتأكد من فهمه للدرس ونحن في نهاية كل وحدة نقوم بالإجابة النموذجية على كل الأسئلة أي كل أسئلة الدروس ونرفقها للطالب في ملف لكن ينبغي على الطالب أن يتابع هذه الدروس حتى يتمكن من البقاء الاتصال بهذه المادة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه